موسيقى موجز السادسة صباحا من الجزائر الدولية أهلا بكم تنطلق اليوم الأربعاء بالعاصمة الجزائرية أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الحادية والثلاثين والتي تصدفها الجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل تحت شعار قمة لم الشمل العربية وذلك بمقر المركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال ومن المرتقب أن تنطلق اليوم اجتماعات المندوبين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الحادية والثلاثين شيع آلاف الفلسطينيين مساء أمس ثلاثا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية خمسة فلسطينيين سشدوا خلال ساعات ماضية في البلدة القديمة إضافة إلى تشيع شهيد سادس في قرية النبي صالح شمال غرب رامالله في وقت ماضي عمى الإضراب الشامل محافظات عدة في الضفة الغربية حدادا على أرواح الشهداء بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال لفرض حصار عسكري مشدد على المدينة ومخيمتها يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الصهيوني عسكريا دعية إلى تخفيض التصعيد المستمر في الضفة الغربية قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إنه لا توجد علامة على أن القوات الروسية تستعد للتخلي عن مدينة خيرسون وإن القوات الروسية تعد العدة لأشرص المعارك في إقليم خيرسون الاستراتيجي في الجنوب بينما يستعد الكريملين للدفاع عن أكبر مدينة تحت سيطرته من هجوم كيف المضاد فيما تعمل السلطات التي عينتها روسيا على إجلاء سكان إلى الضفة الشرقية في بريطانيا كشف رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك عن عدد كبير من أعضاء تشكيلة حكومته مع الإبقاء على جل وزراء القطاعات السيادية دون تغيير وتعهد سوناك بالشروع فورا في إصلاح ما أسماها أخطاء الاستراس محذرا البريطانيين من خيارات وصفها بالصعبة والمؤلمة لتجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالمملكة المتحدة أكدت الخارجية الصينية أن استقلال طيوان محكوم عليه بالفشل مضيفة أنه لا خير أمام تأييب سوى الوحدة من البر الرئيسية حسب وصفها وقالت الخارجية أن بكين تعارض تعميم الأمريكي لمفهوم الأمن القومي وقمع الشركات الصينية ختام الموجز يمكنكم متابعة أخبارنا على منصاتنا الظاهرة تحت الشاشة شكرا لكم على المتابعة